بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 113 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وفي مطلع هذا اللقاء نرحبه بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبركاته ما زال الشيخ رحمه الله يتحدث عن ما في أعياد النصارى من المنكرات ووقفنا عند قوله ومما يفعله الناس أن يخالطونهم في ذلك من المنكرات أنهم يوظفون على الأكره وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض فيجزمع فيها تحريمان أكل ما للمسلم أو المعاهد بغير حق وإقامة شعار النصارى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زال السياق في أعياد النصارى وما يعملونه فيها من المنكرات ومن جملة ما يعملونه فيها أنهم يفرضون على الناس ضرائب من أجل الإنفاق على هذه الأعمال فيجتمع فيها تحريمان تحريم أنها أكل لأموال الناس بالباطل والظلم وتحريم من أجل أنها تنفق على هذه البدع والكفريات التي يعملونها في أعيادهم قال رحمه الله ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع ويطبخون فيه ويصبغون فيه البيض وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون أولادهم إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يموت قلبه بل يعرف المعروف وينكر المنكر نعم وهذا من جملة ما يفعله النصارى في أعيادهم من الإسراف والبذخ وأكل أموال الناس بالباطل وتخصيص هذه الأعياد بالمظاهر التي ما أنزل الله بها من سلطان فهي شواغل للناس وغرامات من أموال الناس وبدع ومنكرات وأصل عيدهم كله كله مبتدع ومنكر وما يبذل فيه كذلك فهي شرور إلى شرور نعم ولكن بالنظر إليهم ليس بعد الكفر ذنب نعم لكن الحذر على المسلمين أن يقلدوهم في هذه الأمور أو يشاركوهم فيها ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أن أعمالهم هذه تؤثر على القلوب الضعيفة التي لم يتمكن منها الإيمان والعلم النافع وقل من يسلم منها إلا من كان قلبه حيا بنور الإيمان ونور الوحي نعم حسن الله لكم قال رحمه الله خلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم عليها وهذا من خرافاتهم أيضا أنهم ينشرون ثيابهم في هذه الأعياد على الأرض ويظنون أن مريم أم عيسى الصديقة تمر عليها وهذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان لأن الميت لا يعود إلى الدنيا لا مريم ولا غيرها لا يعود ميت إلى الدنيا أبدا فألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فلا يرجع أحد بعد الموت إلى الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم وإنما هذه من خرافاتهم ثم لو فرضنا أن مريم حية ومرت على الثوب هل هذا فيه بركة وفيه بركة من الله سبحانه وتعالى هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان نعم قال فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح نعم والشيخ رحمه الله إنما ذكر نماذج من أفعالهم القبيحة وقال إنها لا تأتي شريعة بمثل شريعة من عند الله بمثل هذه الترهات ولا باطيل لأن الشريعة الإلهية منزهة عن هذه الخرافات نعم إذن نقول لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح نعم ويفعلون ما هو نعم يقول فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح نعم أن شريعة يعني شريعة الإسلام نعم جاءت بما قدمنا بعضه من الأدلة على تحريم هذه الأشياء لأنه سبقا ذكر الأدلة على تحريم أعمالهم هذه وأنها لا أصل لها وأن من شرع الشريعة لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى نعم قال ويفعلون ما هو أعظم من ذلك يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمغرة وغير ذلك وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى هذا من مظاهرهم في أيام عيدهم أنهم يصبغون أبواب بيوتهم ودوابهم بأنواع من الأصباغ ليتميز هذا عيد عن غيره من الأيام وهذا كله باطل وتكلف فأنزل الله به من سلطان نعم قالت رحمه الله فالله تعالى يكفينا شر المبتدع وبالله التوفيق نعم الله يكفينا شر المبتدع من النصارى ومن غيرهم لكن أصل الابتدع جاء من النصارى ومن يقلدهم من المسلمين فالشيخ رحمه الله دع الله أن أن يحمينا من هذه البدع وأن تروج عندنا وفي بلادنا نعم قال وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم في بعض أمورهم نعم أصل هذا كله أنه لا يجوز أننا نعمل بمناسبة أعياد الكفار أعمالا خاصة بها لأن في هذا تعظيما لها لأن في هذا تعظيم لها وأيضا فيه مشاركة لهم وتشجيع لهم فالواجب على المسلمين أن لا يحدثوا في هذه الأعياد أعياد النصارى أي شيء وأن تكون كالأيام العادية نعم قال يوضح ذلك عن مشابهتهم وتجديدهم أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمونه جدا ويسمون خميسه الخميس الكبير وجمعته الجمعة الكبيرة كما سبق أنهم عندهم ثلاثة الأيام الخميس الذي هو يوم الصوم وتنويع المآكل من ما يخرج من البهايم من بهيمة الأنعام ومن الدجاج من البيض يفطرون على ذلك بزعمهم وهذا الخميس والجمعة الذي يسمونه يوم التصليب الجمعة العظيمة التي يزعمون أن المسيح عليه السلام قتل وصلب فيها على الخشبة ويوم السبت هو يوم القيامة الذي يزعمون هو يوم الدفن الذي يزعمون أن المسيح أنزل من من الخشبة هو دفن في الأرض دفن في الأرض ميتا في قبر ويوم الأحد هو يوم القيامة أي قيامة المسيح عليه السلام من قبره ورفعه إلى السماء هذه خرافاتهم وكل هذا قد رده الله جل وعلا في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم ثم قال جل وعلا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فالله جل وعلا رد على اليهود وعلى النصارى الذين صدقوهم أنهم قتلوا المسيح عليه السلام وصلبوه وإنما الله جل وعلا أخذه من بينهم بل رفعه الله إليه حيا رفعه إليه حيا وألقى شبهه على واحد قتلوه وصلبوه فالقتل والصلب وقع على الشخص الذي ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام إما أنه من أتباع المسيح من الحواريين وأنه قدم نفسه فداء للمسيح عليه السلام وحبا له وصبر على ذلك وإما أنه الذي دل دل اليهود على مكان المسيح فالله جل وعلا ألقى عليه الشبه فأخذوه وقتلوه وصلبوه حقوبة له من الله سبحانه وتعالى وأما المسيح عليه السلام فهو في منجا من هذا كله ومن هذه الخرافات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويجتهدون في التعبد فيه ما لا يجهدون في غيره بمنزلة يقصد الأسبوع الأخير في صومهم بمنزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله نعم لهو يوم صومهم وإفطارهم يوم الخميس يعظمونه كما يعظم المسلمون العشر الأواخر التي عظمها الله سبحانه وتعالى وفضلها على غيرها من الأيام فهم يعظمون يوم الخميس مثل تعظيم المسلمين لكن تعظيم المسلمين مشروع هو من الله وأما تعظيمهم لهذا اليوم فهو باطل ومفتدع نعم قال والأحد الذي هو أول الأسبوع يصطنعون فيه عيدا يسمونه الشعانين هكذا نقل بعضهم عنهم نعم ونقل بعضهم عنهم أن الشعانين هو أول أحد في صومهم يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه ويزعمون أن ذلك مشاهبهة لما جرى للمسيح عليه السلام حين دخل إلى بيت المقدس راكبا أتانا مع جحشها فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فثار عليه غوغاء الناس وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصي يضربونه بها فأورق تلك العصي وسجد أولئك للمسيح كل هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولكنهم ابتدعوها وحظموها يزعمون أن هذا جرى للمسيح عليه السلام وأنه أهين من قبل اليهود وأن هذه العصي التي يضربون بها المسيح أورقت فذلك يأخذون معهم أوراق الزيتون لإحياء هذه الخرافة بزعمهم كل هذا من الأباطيل المضحكة والحمد لله الإنسان إذا ترك الحق ابتلي بالباطل يتردد في أفواه بعض السياسيين والعلاميين أن ورق الزيتون ونريد ورق الزيتون بدل بندقية الحرب هل أصله من هذه البدعة الله وعلا ليس هذا ببعيد ماذا يميز ورق الزيتون عن غيره من الورق أغصان الزيتون نعم بزيتون كل هذا ظاهر من شاء من خرافات المصارى نعم قال رحمه الله فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر وهو الذي سمى في شروط عمر رضي الله عنه وكتب الفقه أن لا يظهروا في دار الإسلام نعم من شروط عمر التي سبق ذكرها أنه شرط عليهم شروطا لا يظهرونها في بلاد المسلمين ومنها إظهار الأعياد ومظاهر أعيادهم وإنما يفعلونها داخل بيوتهم ومحلاتهم نعم قالوا يسمون هذا العيد وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء باعوثا فالباعوث اسم الجنس لما يظهر به الدين كعيد الفطر والنح يأخذونه من الانبعاث أو البعث يسمونه الباعوث يخرجون فيه ويظهرون يظهرون نسكهم وعباداتهم فيسمونه الباعوث فهذه أسمى من أعيادهم كلها من أعيادهم التي ما أنزل الله بها عليهم ما أنزل الله بها عليهم من سلطان نعم قال فما يحكونه عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في حيز الإمكان لا نكذبهم فيه لإمكانه ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم كونهم يقول أن العصي أورقت يكون هذا معجزة للمسيح نحن لا نستبعد المعجزات التي يجريها الله على يد المسيح أو غيره من الأنبياء والإيمان بها حق ولكن هذا يحتاج إلى إثبات وأما الاعتماد على قولهم فهم لا يصدقون ولا يكذبون في هذا الأمر نعم قال وأما موافقتهم في التعييد فإحياء دين أحدثوه أو دين نسخه الله نعم كون أنه حصل للمسيح معجزة فنحن لا نستبعد هذا لأن الله يجري على أيد الأنبياء معجزات ومنهم المسيح عليه السلام لكن لا نعتمد على نقلهم وعلى قولهم ولكن الواجب علينا أن نخالفهم حتى ولو كان معجزة للمسيح على فرض فإننا لا نتشبه بهم ونشاركهم في تعظيم هذا اليوم وهذه المظاهر نعم قال ثم يوم الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت المائدة التي ذكرها الله في القرآن حيث قال تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين نعم يوم الخميس سبق أنه يوم يتوسعون فيه في المآكل والمشارب وينتهي فيه وقت صيامهم فهم يتخذونه عيدا في هذا الغرض ويزعمون أنه يوم المائدة والمائدة ثابتة بالقرآن كريم ثابت ذكرها في القرآن الكريم أما أنها نزلت فهذا محل نظر ولهذا من جفوتهم في حق المسيح عليه السلام وغلظتهم عليه أنهم قالوا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فانظر إلى قولهم هل يستطيع ربك ما فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومن تحدي المسيح عليه السلام ومما يدل على دناءتهم وتعلقهم بالأكل وملء البطون هل يستطيع ربك أن ينزل وأيضا قولهم ربك يعني كأنه ليس ربا لهم هل يستطيع ففي هذا الأسلوب من الجفاوى والنكارة ما فيه هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك قالت تقول الله يعني معجزة ويكون معجزة بزعمهم وتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية قالت تقول الله إن كنتم مؤمنين قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآخرنا نعم قالت تقول الله وعظهم عليه السلام يعني من هذا الاقتراح ومن هذا الكلام قالت تقول الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا قدموا الأكل تطمئن قلوبنا هذا يبدل على أن في قلوبهم شكا في أمر المسيح وأنها لا تطمئن بنزول المائدة وحصول هذا المقترح وتطمئن قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين عند ذلك دعا عيسى عليه السلام قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين هذا دعاو المسيح عليه السلام الله جل وعلا أجابه قال قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني يعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فهل هي نزلت بالفعل أو ما نزلت الله أعلم لكنهم يعظمون هذا اليوم لزعمهم أنها نزلت يوم الخميس أنها نزلت فيه المائدة نعم سلام عليكم قال رحمه الله يوم الخميسي هو يوم عيد المائدة ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير ويوم ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح نعم وعيد النور والعيد الكبير نعم وهو يوم قيامة المسيح من القبر نعم ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوح وانظر كيف الرب سبحانه وتعالى اللي يقولون المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم أو يقولون المسيح ابن الله كيف الرب أو ابن الرب لو فرضنا أنه تحمل بهم رأة مدة من الزمن وتلده هذا صريح في القرآن ثم يقتل ويصلب ثم يدفن في الأرض وهو الله جل وعلا أو ابن الله هل الله جل وعلا يتصف بهذه الصفات تعالى الله عن ذلك يقتل ويصلب ثم يدفن في الأرض كما يدفن الأموات ماذا يعني جنوا في حق الرب سبحانه وتعالى وتنقصه إلى هذا الحد أولا نسبوا له الولد والله منزه عن الولد ثم زعموا أن هذا الولد أنه قتل وصلب على الخشبة وهو جزء من الله سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا لأن الولد جزء من الوالد ثم يزعمون أنه دفن في الأرض ميتا هل الله يموت سبحانه وتعالى هل يقتل كل هذا من جراءتهم على الله سبحانه وتعالى ومما يدل على كذبهم هذا برهان على كذبهم أن المسيح ليس ابنا لله عز وجل وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة وإنما هو عبد الله ورسوله كلمته وألقاها إلى مريم مروح منه هذا يدل على غباوة النصارى وعلى افترائهم الكذب على الله سبحانه وتعالى نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله لما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ ونحوه لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه أنهم يصومون عن الحيوان وما يخرج منه ثم يفطرون عليه ثم يفطرون على ما صاموا عنه وهذا لا غبار عليه أن الإنسان يصوم عن أشياء ثم يفطر عليها كما نصوم نحن عن الطعام والشراب ثم نفطر عليه لا هذا الله جل وعلا يمنع من أكلها في وقت ويبيحها في وقت لكن الشان في نزول هذا من عند الله عز وجل وثبوته من عند الله عز وجل نعم قالوا وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه من زيت وشيرج ونحو ذلك نعم يتجنبون في أيام صومهم يتجنبون اللحوم والدسم ويقتصرون على الحب والزيت وما يشبه ذلك هذا ما يأكلونه في أيام صومهم أو في ليالي صومهم في الوقت الذي يبيح لهم الأكل فيه كما أن المسلمين يأكلون في الليل ويشربون إلا لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهم يأكلون في الأيام التي يصومونها يأكلون في الفترة التي يسمح لهم بالأكل فيها لا يأكلون اللحوم والدسمات وإنما يأكلون الحبوب ومشتقاتها أما في الإفطار فيأكلون هذه اللحوم نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ السام بن تيمية رحمه الله يشرحه صاحب الفضيل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت عبدالله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته